دخول إسرائيل الحيوانات المفترسة أنا أفكر أنه لا يوجد أسود ولا أطباعة ولا أشعر عشياء تاني هو أعرف عن مين بيني نتنياو لكن أنا لا أريد أن أعلق على هذا الموضوع على تصريحات نتنياو نبدأ بصحيفة يديواطة أحرانوت طبعا قضية الحفريات والأنفاق على حدود غزة أيضا تصير الرأي العام في إسرائيل يديواطة أحرانوت حرب الحفريات والتهديد ألف شخص من حماس يحفرون خمسين مترا في الأسبوع هذا هو تقديرات إسرائيلية والرد عمليات سرية للجيش وثلاثين آلة تعمل على الحدود لكشف الأنفاق انهيارات غامضة لهذه الأنفاق بالمد الأخير يمكن أن بالأمس كان النفق الثالث أو الرابع الذي ينهار مع أنه ما في شتا ولا في شيء طبعا الجدار الذي تحدث عنه نتنياو عندما قال أنه سنقيم جدارا على كافة حدودنا للدفاع عن أنفسنا من الحيوانات المفترسة في المنطقة الحيوانات المفترسة والفيلا تابعته وبعد عن الفيلا إسرائيل إسرائيل ما نعرفين طبعا بينت يندد بتصريح نتنياو ويقول نتنياو يريد أن نلف أنفسنا بجدار ليش يعني هالحكي شو السبب أعضاء الكنيسة العرب الذين أخصوا من العمل في الكنيسة سنتوجه إلى المؤسسات القانونية الدولية ضد هذا القرار وزيرة القضاء أيالة شاكين يعني هي أصبحت شوية بس هي مش لأنها بتحب أعضاء الكنيسة العرب طبعا قانون نتنياو قصي عضو قانونية لا يعني ما بسير قانونية ممكن يسنوا قانون ولكن كيف هذا يعني والغريب أن أكثر المعارضين لهذا القانون هم من حزب البيت اليهودي ومعارضتهم يعني هي مش لأنه هن أصبحوا لبراليين وديمقراطيين أو بحب العرب لأن هن رحين يدفعوا ثمن ثمن هذا القانون أيضا لأن القانون يتحدث أيضا عن التحريض والعنصرية طبعا هن أكثر حزب عنصري صحيح فهن يرفضوا وأعلنوا بشكل واضح ورسمي معارضتهم لهذا القانون طبعا هذا القانون بحاجة إلى واحد وستين عضو كناسة لإقراره رح يحصلوا على هذا العدد؟ حسب رأيه لا لأنه والحردين أيضا المتدينين الحردين يعارضون هذا القانون الليكود غاضب من موقف حزب البيت اليهودي غضب يعني نتنياهو يقدم قانونا لطرد حنين الزعب ومن يعارض ذلك حزب البيت اليهودي يعني وين انصلت لحزب البيت اليهودي طبعا نتنياهو بدي تصيد أسف المية العكري جدا لا بنته جماعي لا طبعا أنا بدي أطردها اللي كل إسرائيلي بتكرحها اليهودي يعني الشارع الإسرائيلي وحزب البيت اليهودي رافض شو اللي صار يعني شو قصة يوم أسود في الطرقات مقتل خمسة أشخاص في يوم واحد بالأنس كانوا ثلاثة من المواطنين العرب في النقب في ساعة متأخرة من الليل ثلاثة شبان أقارب للأسف النقب كثير في هذه الحوادث نعم طبعا كان فيه أيضا خبر عن حضار كوان الشرطية عرس الحدود التي قتلت يعني يطلقون أسماء أطفال على أسماء وهذا جندي إسرائيل الذي أصيب فيه الحرب على غزة منذ عام ونصف يعود إلى البيت بعد أن شفرية من الإصابة التي تعرض لها في غزة الكاريكاتير أعفو صحة الكاريكاتير في دوات أحرانوت يتحدث طبعا أعضاء الكنيسة العرب غطاز حالق وحنية العلم الفلسطيني طبعا هنا هذا يعني هني بعتبروه مخرب ونواقفين دقيقة حداد عليه أحسن هني بحكوا شو رأيكو نقف كمان دقيقة حداد على الديمقراطية الإسرائيلية التي ماتت يعني أنا حسب رأيك كان موفق جدا هذا واضح أنه ضد موضوع ما يحصل لهم ضد ضد إقصاء هنو ضد اللي يعملوه محن يعني يعني شو رأيكو نقف دقيقة حداد الديمقراطية الإسرائيلية صعيفة معريف طبعا التجمع الديمقراطي يعني عنوان رئيسي يبدأ بحملة لعدد جثث منفذية العمليات في القدس حملة على مستوى معلي وأكثر من ذلك عدت اللجنة الدستورية ستبحث اليوم القانون الذي طرحه نتنياو بعد قيام أعضاء الكنيسة العرب بزيارة بلقاء عائلات القتلى في القدس والهدف منه إقصاء أعضاء الكنيسة بسبب تصطرفاتهم غير اللائقة غير اللائقة معارضة حزب البيت اليهودي لهذا القانون وأحد أعضاء الكنيسة قال اليوم العرب غدا المستوطنون جايهم الدور نعم جايهم الدور قضية الأنفاق ومعالجة هذا الموضوع جهود كبيرة وخفية وسري سرية رئيس أركان الجيش في أعقاب النقاش الداخل الحكومة خاصة بلد نتنياوب حول الأنفاق لدينا المعدات الأكثر تطورا في العالم لكشف الأنفاق ونعمل بسرية كاملة طبعا هو يعرف عن ما يحكي أنا مش عارف كيف سرية مش صدف لو تصير تفجير الأنفاق يعني أمس انهيار نفق جديد في القطاع صحيح رئيس الحكومة خلال جولته على الحدود الشرقية سنحيط أنفسنا بجدار لكي ندافع أنفسنا من الحيوانات المفترسة من حولنا مقرب من نتنياهو يلتقي قادة تركيا من أجل العودة إلى التطبيع وإلى العلاقات العادية بين الدولتين اليوم سيكون هناك لقاء بين وفد إسرائيلي ووفد تركي في سويسرا رئيس بلدية القدس خطة هيرتسو للانفصال عن القرى يعني فصل القدس والأحياء العربية خطيرة جدا يعني يعرضها نير بركات ويعرضها طبعا ولكن هذه خطيرة جدا على القدس هذه تمزق القدس رد عليه حايم رامون اللي كان وزير سابق يعني عراب الخطة نعم هو عراب الخطة بقول أن القرى المحيطة فيها القدس مثل السرطان يجب أن يتم استقصالها لكي لا تدمر القدس كليا يهودية القدس تصريحات عنصرية طبعا يعني السجن أربعة شهور ليهودي قام بسكم الشاي على عضو الكناسة أحمد الطيبي قبل عام ونصف المفتش العام للشرطة الإسرائيلية الشيخ 60% من الجرائم في الوسط العربي هي جرائم قتل صحيح كاريكاتير طبعا في معرف الكاريكاتير نتنياهو بينت يعلون كل الشلان نتنياهو في اجتماع للكابينيت بينت بأخذ الأيب أقول لي شو يحفر بأحمل فلين يلا وراي بتطلع عليه بإستغراب عبد محفر في المكتب يعني يدور يعمل نفق يدور على الأنفاق يعني بتطلع وبنظر عليه يعني شو بعمل شو بسوي وقع يعني هواجسهم من الأنفاق صحيح بس هو عمليا بينت بيهاجم بشكل مستمر نتنياهو بسبب قضية الأنفاق وطلب طبعا قصف هذه الأنفاق وتدميرها بده حل عسكري بنت بس حل عسكري مع أنه يعني ما بسو عسكريا مع أنه كان ظابط يعني في وحده خاصة جدا يعني صحيفة آردس عنوانها الرئيسي بختلف كليا عن هذه الأمور مئات العمال قتلوا في حوادث عمل لكن لم يتم سحب رخصة ولا مقاول واحد أوضوع اجتماعي نعم استدعاء الصحفيين الأجانب إلى الكنيسة إلى لجنة فرعية للجنة الخارجية والأمن لبحث تغطية الصراع بشكل مغرض إلى الجانب الفلسطيني الصحفيون الأجانب أرادوا مقاطعة الاجتماع بسبب الهجوم عليهم عمليا دخلت لبني لكن تي بي لبني أقناعتهم بالعدول عن موقفهم وهم اتهموا اللجنة بأنها تصطط في المياه العكرة ضد الصحفيين اتصالات سرية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإنهاء الأزمة السياسية بين الجانبين حول وسم منتجات المستوطنات وإعادة الاتصالات بكل ما يتعلق بالفلسطينيين طبعا فيه شروط لإسرائيل لهذا الموضوع وهو أول شرط يعني إسرائيل تتحدث احترام موقف إسرائيل واحترام إسرائيل من جانب الاتحاد الأوروبي هذا أول شرط إلينا إسرائيل في نفس الخبر فرعي إسرائيل بدأت بهدم مباني ومشاريع نفذها الاتحاد الأوروبي في المنطقة المصنف أجيم منذ أسبوعين أنتو بتبنوحنا من هد صحيح واقع طبعا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهذا خبر مهم جدا للفلسطينيين يعني بعد فحص الجوانب القانونية كاملة لا يمكن إبعاد أهالي منفذي العمليات إلى غزة وهذا كان متداول في الأورونا الأخيرة بشكل بشكل كانت مطالبة كبيرة جدا من قبل ساسا في إسرائيل ومن قبل يعني منظمات يمينية متطرفة متطرفة مش بس المتطرفة يعني في منظمات غير متطرفة ولكن طالبت بطرد إلى غزة إبعاد إلى غزة لكن من ناحية قانونية لا يمكن ذلك طبعا طعا مستوطن في الخليل في منطقة الخليل اللي سموها قوش عيدسيون افتتاحية الصحيفة قانون ديكتاتورية الأغلبية ديكتاتورية الأغلبية طبعا يعني هذا الافتتاحية تتحدث عن القانون الذي طرحه نتنياو ضد أعضاء الكنيسة العرب الذين طالبوا بإعادة جثث الذين التقوا مع العائلات الفلسطينية التي تطالب بإعادة جثث أبنائها التي تحتجزهم إسرائيل وحسب القانون المقترح فأنها سيتم إقصاء أعضاء الكنيسة بأغلبية تسعين عضوان وهذا دليل على شفانية وقومية الوزراء وأعضاء الكنيسة من الاتلاف وهذا الأمر يمس بالأسس الديمقراطية لإسرائيل وطبعا فرض السيطرة المذلة لليهود على العرب كثير المقال افتتاحية مهمة جدا الكاريكاتير برضو موفق جدا فيها أارت فيها أارت نتنياهو فارس من فوارس القرونة الوسطى بيركب على حمار بس مش على حصار وحاطت هنا نجمة داود وزحال قو حنين زعبي وساحب زحال قو حنين الزعبي لأين ما خذين على السجل يعني رجعين للتعديم للقرون الوسطى أو لما حاكم التفتيش هذا نتنياهو بالمناسبة حسب أنفه في الرسم دائما بعمله طويل فهذا نتنياهو الفارس نتنياهو بس فارس على حمار مهم جدا يعني عرفش مين الحمار يعني 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 لا لا مش حصان مش حصان أكيد شكرا لك من هذا الكاريكاتير المعبير شكرا لك نشوفك إن شاء الله بكرة ونشوف شو كتبوا من أشياء جديدة وإذا فيه تصريحات جديدة لنتانيهم